اشتركوا في القناة المناطق السحلية اليوم 30 بتونس العاصمة كانت مبين 31 إلى 36 ببقية الجهات وبيقس الجنوب بالبرمة وصلت إلى 43 مع هبوب رياح حشيلي من ناحية الحركة قل ستحدث وفعلية الرياح بالشمال وبالوسط وتوصلت قويا نسبيا بمناتق الجنوب مثيرة محليا لرمال والأتربة خصاص الوضع الجوي نشوفها كالعادة من خلال تسلسل سواء القمر الاصطناعي وكما لاحظوا لميس حالة سماء اليوم ظهور صحب عبر على كامل البلاد ولتكاثف تدريجيا بعد ظهور بالمناطق الغربية الليلة ممكن نزول أمطار محليا رادية بالمرتفعات الغربية في معدى ذلك يتواصل ظهور صحب عبر على كامل البلاد تقريبا درجات الحرارة تروح من بين 22 إلى 26 درجة بالشمال وبالوسط وأعلى بقليل بمناطق الجنوب ممكن سجلوا أرقام تكون من بين 24 إلى 28 درجة يوم الغد إن شاء الله بيش نعيشوا مجموعة من تغييرات مقارنة بالعشرنا اليوم نحكي أساسا على ارتفاع نسبي في درجات الحرارة ولتبقى في مستوى المعادلات العادية لتميز الفترة هذه تقريبا الحرارة القسوى المنتظرة اليوم الغد تكون في حدود 36 بزغوان 34 بتونس العاصمة أقل بجيء الوطن القبلي بنابل في حدود 32 بأقصى الشمال بمنزرد 35 36 بباجة 37 درجة بجندوبة تقريبا بيسليانة 35 36 درجة بالكاف بمناطق الوسط في حدود 37 بالقيروان وبسيدي بوزيت بجهة الساحل سوسة والمنستير 34 32 بالمهدية 35 درجة بالقسرين وبمناطق الجنوب في حدود 33 بيسفاقس 35 بقابس 38 بمدنين وبتطوين 40 برمدى 42 بأقصى الجنوب بعد ظهور الشيلي 41 درجة بيكبلي بتوزر 40 38 درجة بقافسة ظهور صحب عبر على كاميرا البلاد والتي تتكاثف تدريجيا بعد ظهور بالمرتفعة الغربية تكون مواقة راعدية ومرفوقة ببعض الأمتار بالنسبة للملاحة والسيد البحري بمنطقة السيرات ريح تكون شرقية فشمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة وتتزاوز مواقة 30 أثناء ظهور الخلايا الرعدية بعد ظهور البحر يكون مضترب بالنسبة لخليج تونس ريح تكون شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون هادئ وقليل الاثتراب بخليج حمامات وبجهة الساحل يتواصل تدفق رياح من القطع الشمالي شمالية غربية فشمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون قليل الاثتراب وبمنطقتها الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس ريح تكون شرقية فشمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون قليل الاثتراب كالعادة نمدوكم فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية نوقش شط 33 درجة ظهور سحب عبره 27 بريبات 29 بالدربيضاء 33 بالجزائر بالقهرة تقريبا في حدود 27 درجة بترابلو 32 حرارة مرتفعة بالبقاء المقدسة تصل إلى 47 بالمدينة المنورة و41 بمكة المكرمة ببقية المدنة العربية تتواصل حرارة مرتفعة بالكويت 48 و41 بالدوحة 43 بأبوظبي سماء سافيا بدمشق بأعمان 31 ببيروت 47 ببغداد صحب قليلة و32 درجة بالقدس الشريف ببقية المدنة الأجنبية بإسطنبول صحب عبره 29 34 بأثينة 26 بموسكو فيينا 27 درجة 23 بأمستردام صحب عبره ببرلين وكوبنهاجن سماء سافيا برومة والحرارة القصوى تقريبا تكون في حدود 32 درجة ببقية المدن الأوروبية بلندن 23 22 بيستوكورم 27 بباريس سماء سافيا بجوناف 24 ببريكسيل 27 بمرسيليا 31 بلاسبونا سماء سافيا بمدريد والحرارة القصوى تكون في حدود 35 درجة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة يوم الثلاثاء ممكن نعيشه ارتفاع نسبي في درجات الحرارة أرقام تقريبا تتراوح من بين 32 إلى 37 درجة بالمناطق السحلية ومن بين 38 إلى 43 داخل البلاد تقسيكون مغيم جزئيا على كامل البلاد ونتوقعه تدفق رياح من القطاع الشرقي وليتكون قوية نسبيا بالسواحل الشمالية ضعيفة إلى معتدلة ببقية مناطق البلاد البحر يكون مضترب بشمال وقليل الاثراب ببقية المجالات البحرية يوم الأربعة استقرار فيما يخص درجات الحرارة مع تواصل ظهور رشيلي داخل البلاد تقسيكون عامة قليل السحب ومن ناحية الحركية مزال تريح من القطاع الشرقي ويتكون ضعيفة إلى معتدلة بأغلب الجهات تقريبا البحر يتواصل عامة قليل الاثراب موعد شروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة الخميسة وخمسة وثلاثين دقيقة غروبها في الساعة السابعة واثناشا دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرسل الجو تبعثوا إرساليات قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي 884040 شكرا على حسن وتابع الاهتمام إلى اللقاء اشتركوا في القناة